كابتن علاء احنا بعد الفاصل طبعاً الوقت يجري معك بسرعة انت حاسيت بالوقت؟ لا والله لا ببصل لا فيه شقة بالساحل اه اول طيب احنا الوقت زي ما قلنا الجمهور اداك حقك فالجمهور لي حق عليك الجمهور هيسأل وانت هتجاوب تمام جاهز؟ جاهز كابتن يا ربينا سألوا السؤال بما انه راجل من اهل كورت القدم ولعب كورت القدم وعرف مستوى الاندية ووضع النادي الاهلي بالنسبة الاندية المصرية كلها والنسبة الافريقية ايه رأيه في مستوى النادي الاهلي دلوقتي كلعيبة كجهاز فني كجهاز اداري وكلجنة كورة بتقول له ايه؟ محرج السؤال؟ لا مش محرج ولا حاجة النادي الاهلي الفترة مفيش نهادة كابتن بيمشي على سمترية واحدة طبعا بيجي فترة فيه دروب بيحصل اعتقد ها دي الفترة اللي هي الدروب اللي فيها النادي الاهلي وعمر من النادي الاهلي بيكمل الدروب ده بيجي فترة وبيرجع ما بيتطولش معي بس هي الفترة دي جات في فترة النهائي عشان كده الناس متأثرة شوية لكن لو في فترة الدوري هتعدي يعني هو عشان سبق المطش بتاع النهائي كان مطش في الدوري فالناس ألأنا لأ عمر من النادي الاهلي ارجع كده عمر من النادي الاهلي بفترة رب بيطولش بس هي الحظ اللي هي جات في حتة النهائي بتاع افريقيا طيب اللي بعده كابتن علاء نبيل أرجع بيك للزمن الجميل طبعا انت كنت لعيب في نادي النصر وكان مدرب بتاعك يحيا كلاشا وانا اتشرفت لما كنت مدرب في نادي اتحاد كلبة في الامارات انك انت جيت والصدفناك وكنت على مستوى جميل جدا النهاردة اسألك سؤال هل اختلف الجيل القديم عن الجيل الحالي وهل في ولاء بالنسبة للناس زي زي ولاء كنتوا قبل كده ده جاب لك التاريخ ده سؤال جابت بس انا في الشمس مش من نصر هو جاب سؤال جميل جدا لا ما فيش ولاء ما فيش ولاء فيش ولاء كب الولاء الزمان كان اقوى بكتير جدا 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 وحب التشيرت بتاع النادي المادة طاغت على كل حاجة كل حاجة طبعا المادة والامكانيات وكل حاجة مش كنت منلعب منطقة بمصر كنا بننزل في فندق ازاي وبنعمل ايه واللبس بتوزى علينا بالليل ازاي وكنا بنكويز ازاي لا 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 حاجة ولا ده هو يعني بجد سؤال جميل جدا يختلف تماما اللي بعده مساء الخير كابتن مصطفى عبدو حبيبنا وكابتن علاء نبيل انا والله ليس أسأل كابتن علاء نبيل انت لما انت ماسك في قطاع الناشئين بنادي زد اتمنى كده انك يعني ايه تقول الفكرة بتاعتك بتاعت التطوير وتوصلها لاتحاد الكرة بقطاع الناشئين احنا عايزين الحاجات اللي بتتمي عن طريق نادي زد والاندية التانية عايزين ده يطلع ويكون نابع من اتحاد الكرة المصري بس وانا اوجه كله تحية ليه والتحية لكابتن مصطفى عبدو اه الداك الخلاصة هو اه وزا يكون يتفرج على الحلقة من الاول يعني هو فعلا نادي زد تمسك باللي انا ابقى متواجد ان هو سياسته تختلف تماما عن الاندية تطوير اللاعب المقام الاول تسخل الموهبة اه الشغل على كل حاجة بتزود اللاعب اكله ازاي شربه ازاي اي حاجة نواقص لتشغالها جايبين مدربين اجانب جايبين مدرسة المانية وجاي مدرسة هولندية كمان موجودة كمان انا ان شاء الله و فكر نفسه في عدد الاعداد القيد يعني انا عنديش فرقة بزيد عن 25 لعيب نهائي اي فرقة متزيدش عن 25 لعيب عشان اللعيب يستفيد بتعملوا اختبارات عندكم؟ بنعمل اختبارات انا السنة اللي فاتت جالي 18 ألف 18 ألف متخاذ السنة دي ممكن يزيد العدد؟ السنة دي عام لنا بالنظام مختلف شوية عن طريق عن طريق صفحة النادي وابليكيشن وبياخد معادي وبييجي شون متطور شوية يعني يعني عشان اختبار اخد اخش على الابليكيشن خش على الابليكيشن طيب بس اقوله انا سعدك طيب اللي بعده اهلا بيك كابتن علاء في قناة النادي الاهلي وسؤالي الوحيد لحضرتك انت فين من الكرة المصرية فينك من المنتخب مصر بس بالتوفيق وتحيات لكابتن مصطفى عبدو ناس سهلة هي بتتكلم مع اسئلة انت سألتها صراحة انت قلتلي انت فين من اه انت عني موجود لجابتن مصطفى عشان كده بقولك انا السكة جديم ماش بتاعتي يابده من انت لما تيجي تحط المكان المناسب للرجل المناسب تختار المكان ده محتاج ايه الوقت ايه الحاجات دي لكننا عملها دلوقت كلها سمك لبن نا مش مزبوطة اللي بعده انا نفس اسأل سؤال ان بصفتك كنت في الجيل الزهبي بتاع المقاولين النادي في التمانينات كان من اقوى انديت مصر ايه سبب تراجع مستوى التراجع الرهيب وكل مرة مهدد نوزول درجة تانية والشغلانة اللي هو فيها دي ايه سببها يعني دي لازم يعني ترضى علينا فيها بصفتك راجل يعني من القادة بتاع النادي يعني واكبر المدربين فيه ياريت تقول لنا ايه السبب قولي السبب ايه السبب طبعا ان السياسات بتتغير يمكن انا قلت لكابتل انا عملت فرقة كويسة قوي وبفكر معين وبمتوسط عمار معين وبنوعية معينة وحصل لنا مشيت مشيوم اه الحاجة التانية هو طبعا بتتكلم لان فعلا مستوى الفرقة السندي صعب والفرقة عملت من اول السنة بطريقة خاطئة جدا ومترعاش فيها قلب به في كرة القدم من الاعمار السنية من الاختيارات من من كانت غريبة جدا وانا يعني كنت قلقان جدا من اول مباراة اليوم انت شايف الموليم ممكن استمرز السنة دي ولا ممكن ينزل لا المنظر اللي انا شايفه الموقف صعب 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 وكابتن عوض الله يكون في هون وبصراحة ان هو جيه ما مقدرش يعني ربنا وفق الناس دي كلها ان شاء الله ونشوف الموليم في احسن حالاته يا رب وزا ما تعودنا عليه من ساعد ما طلع درجة ولا منزلش مش كده ولا نزل مرة مرة واحدة بس بس طلع على طول اشتركوا في القناة